أوفا برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وهذا الشبل من ذاك الأسد بيضع مسؤولية عليك لكن الأيام أثبتت أن مصطفى فعلاً تداد لحراس عظام في النادي الأهلي برحب بك يا أوفا وأتمنى لك التوفيق دايما حبيبي فاروق أولاً برحب بك وأشكرك طبعاً على المقدمة الجميلة دي وبحاية جمهور النادي الأهلي اللي بيتفرج علينا وليسه إحنا لسه ما أثبتناش حاجة لسه الناس إن شاء الله لسه هتشوف إن شاء الله اللي جايه بإذن الله الواحد يبقى على قدر تطلعات الناس وبإذن الله الواحد يقدر يقدر يقدم أفضل من كده إن شاء الله وفا تكلمنا فيها كتير لكن برضو بيبقى مهم جداً نحن نوضحها إنك تكون ناجل لعب كرة وحجم وقيمة الكابتن شبير بيشيلك مسؤولية كبيرة جداً بيضع عليك ضغوط مع كل المراحل دي مصطفى شبير أثبت أنه على قدر هذه الضغوط على قدر هذه المسؤولية صنعت من عقلية وشخصية مصطفى شبير طبعاً الحمد لله تاني أرجع أقولك هو الموضوع مش سهل كده كده إن انت مرتبط باسمك بيزا يسمك أحمد شبير بس إحنا مش عايزين نعيد فيك كلام كتير لأنها خلاص هي التون نفسها خلاص تقفلت مش عايزين إحنا بقى نعود نفتح فيها ونتكلم فيها وخلاص هو موضوع وتقفل إنت دلوقتي اسمك مصطفى أحمد شبير لعب النادي الأهلي حارس مرمى النادي الأهلي عايزة روح لمشهد المباراة النهائية العلاقة اللي بين مصطفى شبير والكابتن محمد الشنوي هتكلم على المباراة التانية بعدين أرجع للمباراة الأولى مشهد الكابتن محمد الشنوي بينادي على مصطفى شبير ده إن دا اللي بيدول على قيمة النادي الأهلي حالة الحب اللي بينك وبين حجم لعب حجمه وقيمة محمد الكابتن محمد الشنوي طبعاً كابتن محمد الشنوي أخويا الكبير وأخونا كلنا الكبير احنا طبعا نتشرف ان احنا نزملناه وان هو بالنفسه زي ما قلت قبل كهو قول تاني انت بتنفس رقم واحد في مصر مش رقم واحد في مصر بس رقم واحد في أفريقيا ففي الوفاقة المنافسة بتكسبك انت مش بتخسرك حاجة حتى لو هي منافسة صعبة بس هي منافسة كويسة كويسة للفرقة وكويسة ليك لان انت بتستفيد منه في نفس الوقت انت مع قيمة كبيرة فلازم تعرف ان انت لما ان شاء الله تبقى في المكان ده لازم تبقى انت كمان على قد قيمة دي وتبقى زي وان شاء الله كمان واحسن مصطفى المباراة الاولى مباراة النهائية المباراة كانت واحدة من محطات الصعبة في تاريخك وفي مشوارك كانت محتاجة متطلبك كتير جدا ازاي قدرت اتحضر نفسك لهذه المباراة خاصة انها لعب قدام جمهور النادي الاهلي مباراة كده مباراة صعبة بكل ظروفة بكل احداث طبعا هي كانت مباراة طبعا صعبة جدا وضغطتها كبير جدا خصوصا انت غير انت تلعب طبعا قدام جمهور النادي الاهلي انت بتلعب نهاية افريقيا اول مباراة افريقية لك فالموضوع كان صعب جدا بس الحمد لله الواحد كان شغال او زاكر والواحد الحمد لله بيشتغل على طول عشان لما تيجي لحظة الناس تحتاجه اكتبه موجود وده الحمد لله اللي حصل كان متوفي من ربنا في الاول في الاخر الحمد لله مصطفى مركز حراسة المرمى دايما مستوى الحارس بيبقى بالاستمرارية يعني وجوده في الملعب كتير لكن مصطفى انا جايبه من على مقاعد البودلاء انه يظهر بالشكل دوت تحضيرك انت كنت جايز مستني الفرصة في اي وقت اعتقد اللي عيب بيستنى الفرصة عشان يزبق كفاته في ماتش زي ده ماتش بحجم وقيمة بطولة دورة الطلاف راقي بس اول اخر حاجة البعد عن الملعب طبعا هو صعب وخصصا لك يا حراس مرمى غصبا عنك انت عايز تتعرف التواقف فين عايز تشوف والله يا كراميلا بحاول حبيبي يا كراميلا التاني اللي جا اقول لك انت كحرس مرمى محتاج طبعا رجلك تبقى في الملعب تكلمك بالبلدي زي ما بيقوله يعني لازم رجلك تبقى في الملعب لكن حتة انت بتيج من بعيد بتقف انت محتاج تعرف بقى حس انت بش عارف التواقف صح بس انت على قد بتقدر التدريبات التأسيمات اللي حاجات دي لازم بتاخد منها كل حاجة على قد ما تقدر لانو ده قدرك مش اقول لك في نادي الاهلي بس ان انت كحرس مرمى عمتا البوزيشن ده بالذات او حتى اي مركز تاني انت بتجي من بعيد لازم تبقى قد المسئولية لان انت جاي انت جاي انت جاي بتلقى افراكت وش جاي بتلقى ماتش ودي فهتقول لي ان فيه كده وكده لأ هي مفيهاش هي ايا كده مفيش فانت بتحاول على قد ما بتقدر بتجتهد وبتتعب عشان خاطر بتظهر بمستوى كويس وتاني رجع اقول لك في الاول في الاخر هو كرم التوفيم ربنا في الاول في الاخر قبل اي حاجة نبدأش نعمل حاجة هو في الاول في الاخر كرم التوفيم ربنا يعني طفا اليوم ده بالتحديد قولي تفاصيله ايه صحيت منهم بتكلم مين قبل ما اتناه كنت بتفكر في ايه بتتكلم مع مين مسئولية كبيرة ماش نهائي دور ابطال افريقيا تفاصيل اليوم ده كان بالنسبة لك ازاي قبل المباراة قبل التسعين ديئة بص انا ما اتكلمش مع حد خالص انا قصلا عملت قفلت مبويل يعني كنت قررت يقفل برضو السوشيال ميديا اكاونسو تاعتي كلها مش قفلها بس مش فاتح نوتوكيشنز بحيث ما يتبعث ليش حاجة ما خوشش شروف لان برضو الجمهور كان عامل حملة كبيرة جدا ان هو يدعمك وده انا عرفته بعد فساعات الدعم الزيادة او الضغط الزيادة ممكن بيشكل العكس انه يخليك انت من ان انت خلاص تمام متحافز ان انت تضغط ان انت تتوتر فانا كنت شاف ان ده الصح والحمد لله طلع ده الصح ان انت قفلت على نفسك ركزت كويس قوي قفلت تليفوني حتى بعدها ناس كتير كتير كلمتني يا عيابني كلمناك قبل المماتش كنا عايزين اللي هو انا عارف و اكسن بله شكرا بس انا للأسف انا مكنش عارف ارد على واحد واحد عشان برضو انا عارف احط نفسي في مود الماتش فانا عادي صحيح اتخذت فطاري رايحتي لي برضو بعدها شوية حتى برضو واحد صحيح كان يسأل لي انت عارفت تنام اللي هو قبل المماتش بص اول مباراة الرسمية كنت افكر كتير عمتا اول مماتش الرسمي اللي هي خالص كان قدام الترسانة في الكاس كنت افكر كتير والحمد لله لعبت و تمام بس انا ما جيت لعبت المماتش بتاعنا هي حسيت ان لا تمام عادي انا عارف اكل عارف انام عارف اعيش حيتي طبيعي الحمد لله ممكن كان الواحد يعني لا يكلف نفسا الا وسعها كان ربنا احطك في حتة عارف ان انت ادافة تمام الحمد لله الدنيا كتك كويسة الضغطات بالنسبة لي كتك هادية كنت كنت واصل في ربنا جدا وكنت واصل في نفس كويس او انها ان شاء الله هعمل حيات كويسة امت حسب الالأ وامت حسب بالثقف المباردي لا الالأ مش عايز ولكن طب فيه قلق بص في فرما بين قلق وتوتر قلق في قلق ده طبيعي ده لازم تحسه عشان تعرف ان انت مركز ده طبيعي لكن لو حسيتش وقلق انت كده هتوصل تبقى متكبر الدنيا هتروح معك في حتة مش كويسة فلازم يبقى فيه قلق بس فيها لأ صحي زي ما بيقوله قلق ده طبيعي لكن توتر او حاجة ده ده الفرق بينهم السقة ممكن عايز اقول لك من اول منزلت التسخين اول ملقيت الجمهور بيشجع كده من اول ملقيت الدعم ده كله لا خلاص تحواحد لو كان عنده مثلا ثقة نفسه وعشرة بقيت 20 بقيت 30 بتاعلم مع ثقة الناس فيك والحمد لله ربنا كرم الحمد لله اول مكلمة بقى بعد المبارة دي مع مين جالك مكلمات كتير جدا لكن مين انت قد تحريص انت تتكلم معه بعد المبارة دي اعنا اول واحد بعد المتشة على طول كان اخويا اخويا كان في المتشة اخويا بيحضر لي كل المتشات اه تيكو اخويا بيحضر لي كل المتشات واو يش استعد علي عمتني يعني فيش ماتش جيل الحمد لله من اي من القطاع وانا خسرتوه ودائما ييجي حتى انا قابلها مسلا بيوم اقول لتيكو عندي مثلا بكرة ماتش كذا كذا فييجي فاعرف ان خلاص كده ماتش ان شاء الله النهاردة بتاعنا فهو تيكو كان اول واحد شفته على طول بعد المتش انا كنت شاستعرف كلم حد يعني كنت لسه خارج وكان زحمة فخرجت معاه في العربية فلاقيته بيحضرني وهائل وانا مفخور بيك وبش عارف بعد كيه كلمت والدي والدتي من التليفون يعني من عنده على طول اول مع كابتن شو بير قال لك بعد المتش هو اصلا قبل مبتش ولا بعد المتش قبل مبتش قال لك بعد المتش قال لك بعد المتش قبل ممتش حتى وكان حد بعث لي كيه لك الكوميك لزيز انا قلتها قبل كده هو بعتلي انجوي على الساعة مثلا واحدة واحدة ونص وفاللي هو وسيكت فكان في حد حتى منزل كوميك اللي هو بيقولك كامل يا كابتن شو بقول بقى عايز تقول له ايه فاهم بس هو قال الكلمة دي وانا اعتقد اصحى كلمة انت انجوي انت استمتع انت نزل تلعب ماتش فيه ضغطات كبيرة وفيه جمهور وفيه انت الحاجة الوحيدة اللي تخليك تقدي بشكل كويس انت تستمتع حطيت نفسك في زون تانية تانية حطيت نفسك في زون تانية غير دي تعرف ان انت في مشكلة فبعد الماتش برضو كلمني عادي يقول لي انا قلت لك وقلت لك انجوي انت فعلا كامبان عليك انت بتلعب مش متوتر مستمتع حمزة بيحبك بقول لك حمزة حمزة طبعا اخويا وكان واحد في ظهري برضو ساعة الماتش وربنا يعلم انا بحبه وبعزه وهو حتى برضو في البطولة الناس شافت الناس شافت اديه هو تقلق واثبت ان هو يستحقب موجود في المكان اللي هو فيها لانا بقول لك الناس غزبا عنها ما شافيتش ريسة فهتوقت تقول لك يا ترى هو كويس ولا هيبقى في نكوش هو كويس ولا بس لغاية ما انت بتلعب بتحاول تثبت نفسك وهو ده اللي قدر يعمله ما شاء الله احسن 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 جول في افريقيا ما شاء الله مش في مصر مصطفى انت عارف طبيعي الجمهور النادي الاهلي ما بيرضاش بالحاجة اللي هي نص ونص نعايز الكمال دايما جمهور للنادي الاهلي مركز حراس المربى بالنسب الجمهور النادي الاهلي بقى في اماين خلاص وجود الكابت محمد الشيناوي وجود مصطفى شبير وجود حمز علاء ومصطفى مخلوف اعتقد الده ثقة وامان اعتقد ده امر يسعيدكم وخاصة ان انا بشوف العلاق ما بينك وبين الكابتن الشيناوي ما بين حمزة ما بين مصطفى مخلوف هدفها مصلحة الفريق بص انا مش هلخص الموضوع في اللقتي مع كابت محمد الشيناوي عشان الناس ما تاخدش ان انا عشان الواحد بيتكلم عليه كتير لان هو فعلا انا اخوات كبير فامش هدف اتكلم في ده اتكلم علاقاتنا احنا الاربع ببعض احنا الاربع ببعض مميزة جدا اه يمكن كمان يعني شبير حمزة مخلوف احنا سننه اقرهب من بعض الفرق بين بيني وبين حمزة سنة وبيني وبين مصطفى ثلاث سنين فاخنا كلنا سننه اقرهب من بعض فاحنا حاسين ببعض عارفين لما مصطفى مخلوف طالع اول تمارينة احنا عارفين نقف جنبه ازاي يا مصطفى انت عتحيس بكازا جازا عادي طبيعي يا مصطفى انت مش عارف ايه طبيعي كل اللي هو مش مش اقول لك من حكم الخبرة ولا حاجة احنا لسه برضو ما عملناش حاجة بس احنا حاسين ببعض فاحنا علاقتنا مميزة جدا من بعض بلس ان احنا التلاتة علاقتنا مميزة مع كابتن محمد الشيناوي ففي الاول وفي الاخر احنا اللي اربعة مع بعض لا فيه كيمستري حلوة الدنيا كويسة الاجواء لزيزة مش هتلاقي نفسانة مش هتلاقي الحاجات دي يعني مش موجودة وحتى لما كان كابتن علي موجود نفس النظام برضو يعني كابتن علي لما بيلعب احنا كلنا في ظاهر وعايزيني يبقى كويس كابتن علي لما لابت النهاية بتاع افريقيا اما هو كان معايا في الماتش كان موجود احتياطي في ظاهري وعايزني يبقى احسن حاجة هي دي اللي علاقة ما بيننا دايما هنا مصطفى كان بطولة لحد دلوقتي مع النادي الاهلي ويحن نقوله في بدايات المشوار لسه عندك تطلعت كتير جدا انا شو بير مصطفى كان بطولة انا مش عايزة بقى بطارية او بقى وري ان انا جامد بس انا انا فعلا يعني الحمد لله هم الحمد لله الحمد لله يا رب والله ما ديمها نعمة ويا رب تزيد انهم الحمد لله كتير كان بالزبط انا عدتهم من فترة بس انا للأسف نسيت بس مش هتلاقينا بس هتلاقينا وكذا حد من الرجالة كلنا في الناس كتير ممكن حتى الناس مشت تلاقينا هي مشت ولسه متأيدين في قائمة افريقيا فهتحسبت لهم البطولة وده اللي بيحصل معي هو يحصل معي حد لما توقف نادي زي النادي الاهلي بينفس على كل بطولات تستاني الفات تتكلم في خمس بطولات في موسم واحد والسنة الجاية احنا وعدنا نعد بطولات برضو انت بتتكلم في تعريبا ستة او سبع بطولات كاس قديم كاس جديد دوري إالسنة دي ممكن مجموعة البطولات اللي يخدها النادي الاهلي تخشيلها في تسع بطولات او تامram بطولات طيب انت تكن في تسع تامم بطولات انت ان شاء الله انت ده النادي الاهلي تدخل بتنفس على البطولات كلها فلو خات 7 من التسع تخيان انت جيت لقيبت موسم خات 7 بطولات ده كارير لوحد وده تاريخ لوحده فيعني مش عايز له لك مش هعد عشان خاطر ان شاء الله اللي جاي كمان ييجو لما الواحد بقى ان شاء الله يلعب ان شاء الله الأول يبدأ مسيرة كويسة ويجي بطل إن شاء الله يبقى يعدهم يعني إن شاء الله بإذن الله مصطفى مصطفى يعني عايزة روح للموسم الماضي خمس بطولات بيشيلكم مسئولية للموسم القادم ولا بيدي عامل دفع ويرفع رحمة نوال اللعبين أكيد في جزء بيشيل ضغوط إن أنت مش مقبول منك إن أنت تفقد أي بطول الاتنين زي ما أنت قلت هو جزء بضغطك وجزء بيديك حافظ إن أنت عايز تحافظ على البطولات اللي أنت خدتها مش عايز تطلع براك وفي نفس الوقت في بطولات جديدة أنت عايز تبقى واخد دي واخد دي فأنت كنادي أهلي أنت بتحاول تخش كل البطولات عشان تاخد كل البطولات حتى لو كانت كسر رابطة يعني كسر رابطة لما لعبنا بالشباب كنا دخلين برضو حاطين في دماغنا إن إحنا عايزين ناخد البطولة مش نظهر بس بشكل كويس فهي الفكرة في كده طبعا هو بتشكل ضغط كبير بس في نفس الوقت هو ده قدرك النادي الأهلي انت عادت تاخد الدوري سنة والتانية والتالتة أخدت أفريقيا سنة والتانية لما جات التالتة حصل دروب لكن فيه كارسة حصلت مع أنك واخد سنتين لقبلها وظروفها كانت صعبة للبطولة التالتة بس أنت قدرت توقف تاني والأهلي لما بيوع بيعرف يقوم زي ما أبشى بيقول فأنت عارف كويس قوي أنت كنادي سيستمتعك ماشي ازاي وهتعمل ايه فأنت بتترتب بتحضر كل حاجة بتحسين كل حاجة كويس قوي وبتبقى عارف أن انت هتبدأ بالسوبر الأفريكي أول ماتش بعد السوبر الأفريكي عندك التمهيدي بتاع أفريكيا طبعا المعيد بيحصل فيها لغبطة كتير بس احنا بحاول على قد بنقدر تبقى جاز لأي حاجة وفي نفس الوقت احنا عندنا الحمد لله بقايمة كبيرة جدا فيها لعبة كبار جدا حتى باللعبة الصغيرة وعلى مدار المسلمين اللي فاتوا فيه ناس كتير لعبة تظهر بتشكل كويس مع الإضافات اللي جات لنا كمان يعني أنا شايف أن احنا إن شاء الله جاهزين لكل حاجة بإذن الله السنة مصطفى شبير أنا عارف على مدار السنين الماضية جاء لك عرود إهارة كتير وفرق لكن مصطفى تمسك بين النادي الاهلي والأهل تمسك بمصطفى شبير سواء ميشيل يانكون سواء ميستر كولر لا متمسك بوجود مصطفى شبير واحد من الحراس المستقبل مش للأهلي فقط ولكن لك الكرة المصري مصطفى ربنا ويجيب شغل الخير كذا مرة كذا عرض جاء من دخلينهو في سنتين كلما بيجي فترة انتقلات الحمد للواحد كان بيجي له ورود بس الفكرة فيه في أول وقت خلص الواحد كان حسنه لا مش دلوقتي بس لما حسنهو خلاص محتاج يطلع النادي شاف أنه مش دلوقتي فدايما في الآخر قلبت اللي هو لا النادي مش عايز طب انت عايز لا انت مش عايز طب النادي وهكذا في دولنا كده شوية بس في الآخر يعني على مدار آخر سنة ونص طبعا الواحد نفسه يقعد ونفسه يبقى ليه دور بس أنا كنتش كتت موجة نظر ان الواحد يطلع عراء أحسن انهو بحس يكتسب فرصة لعب وياخد خبرة بس الحمد لله زي ما بتاك ربنا ويجيب شغل الخير في الآخر قعدت وفي الآخر ربنا كتب لك حاجة تانية مع انت أصلا لو أحد كتبها بإيدك مش تكتبها لنفسك بالطريقة دي خالص تكتب لنفسك ان انت في ناس كتير ملعبتش نهاية أفريقيا قبل كده في حياتها فيبقى انت أول مباراة رسمية أفريقية ليك تبقى نهاية أفريقيا والحمد لله تتوق بالبطولة كمان فده حاجة كبيرة جدا فعش كده بقولك كرم من ربنا وفي الآخر يعني هي النصيحة أنا بقولها لأي حد ما تودش تحسب لها ما تودش تحسب لها خالص انت سيب ترتيب ربنا هو اللي ياخدك لان انت سيب ترتيب ربنا أحلى بكتير من اللي انت سيب ترتيبه لنفسك وفا معسكر النمسا عايزة اختم معك بأجواء معسكر النمسا توقيته مهم جدا خاصة ان انا هخلص المعسكر يبقى عندي بطولة السوبر اعتقد دوافعها بالنسبة لكو كلاعبين ان انا نبدأ الموسم ببطولة اعتقد امر مهم جدا بنكرر معا سيناريو الموسم الماضي لما حققنا السوبر على الزمالك في الامارات معسكر مهم جدا ومفيد جدا للفرقة وكنا محتاجينه جدا لان تاني انت بقى لك قديم تعملش معسكر فترة اعداد وانت طلع اوروبا اخرى سفركة اسبانيا من 2019 فانت بتتكلم ان الطبيعي اصلا هم بره كل سنة بيطلعوا بريسيزن تاهم احنا ما عندناش بريسيزن اصلا احنا عندك تلحم المسم ده من المسم ده فهي الفكرة ان انت قدي انت محتاجوا معسكر ده لان محتاجوا جدا لان انت خدت الشينيو انفصلت فيهم عن الكرة تماما ابعت لنا شوغل اشتغلنا اخر عشر تيام بدأنا نكمل بدأنا نرجع التمرين بدأنا التمرين شدته عالي لغاية دلوقتي عشان خاطر توافع رجلك لان انت هتشاغل اسبوعين هتكمل بيوم 8 شهور تقريبا من موسم كامل او 9 شهور فانت رازم تتعفل اسبوعين دول وزي ما بقول لك الاجواء هنا تحفى الجو حلو شمس النهر طرع شمه من يومين مضطرت علينا وديميست الجو في اوروبا ان انت دايما عارف تتأقلم مع اي جو واحنا مبسوطين مستمتعين معاسكر بصراحة معمول بنظام جدا باحترفية جدا ملاعب تدريب قريبة كل حي كويس كل حي بتوفر الله اي اخبار منويل نوير وياسين بونو مع مصطفى شوفير اما دخلناش بالكصة دي عشان في الاخران اللي بيتصف عليها لا والله طبعا نويرت عادي شفت واتصورت معايا عادي صورة عادية وممشيت سلام عليكم وعليكم السلام وقلت له اما يا قدوتي بس هو ده اللي حصل بس عادي حكيت اللي حصل بس نستخدها بطريقة لازيزة صراحة بحبها حتى انا انا بخودها حتى انا باتحكي عليها وبعتها لصحابي مش صحابي اللي ببعت ولي حتى اللي بتاعت نيحة بوردو وياسين بونو دي هو الرجل متواضع جدا ومحترم جدا كل ما بعت له بيرود علي عمله اي مايرودش علي علي بعد كده خلاص عمله اي بس شو بير اوفا انا بشكرك اوفا اتمنى لك التوفيق ومشانسة يعني كنت اتكلمت على تيكو لكن انا اختم معك بوالدتك يعني في كل مباراة وكل احتفالية انا دايما بشوفها بتكون برضو اشي السعادة عليك اوفا لا طبعا والدتي هي الاساس انا بقولها دايما هي دعواتها لا طبعا انا بقول تيكو عشان بيجي بيحضروا ماتشات والدتي ما تقدرش تحضر ماتشات لا فيه ماتشات كي تجي لنا كم لا لا والدتي ما تقدرش هيا حضرة ماتشو ماتشو الحارس وماتشو التتويج كان التتويج بتاع الدورة وإحنا صغارين ده مرة الوحيدة لأنه كان الدورة خالصان وما لعبتش حتى الماتش ده فهي كان بالنسبة لها أن الدنيا تمام أجع أشوف وابني بيحتفل وتمام لكن هي في الماتشات لها بتعلب الدنيا في البيت وصريخ وطنطيت وشغلان فأنا طبعا لا طبعا أقول لها هي أقول لها ربنا خليك لها يا أمي أنت كل حاجة بالنسبة لي ومن غيرك ومن غير والدي ما كنتش هاب أنا اللي موجود فيه دلوقتي ولسه إن شاء الله اللي كمان ولو أي حد بيشوف مني أي حاجة كويسة فده بفضل قرم ربنا عليه طبعا وأبوه وامي في الأول وفي الأخر الواحد مع تاني يقول لك لو عم بيعرفش يعمل أي حاجة هي ماشية توفيق ربنا وقرم ممكن يكون ربنا بيكرمك بس عشان خاطر والدك ووالدتك بس شكرا كهوفة مدلك التوفيق ربنا يخليك شكرا ممكن أن تكتهد لكن ربنا دايما هيكرمك عشان خاطر والدك ووالدتك كلمة مهمة من مصطفى شبير وزينا قلنا حرصة مرمى النادي الأهلي بخير وفي أمان وجود القيمة والقامة الكبيرة قابل مصر والنادي الأهلي اللي قابل محمد الشناوي مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف طم من كل جماهير لنادي الأهلي حرصة المرمى الأهلي في أمان من جديد تعود الكلمة للزمالية في الستودي اشتركوا في القناة